كلما تأخر الناس على الثورة ضد الطغيان على الثورة ضد الإجرام على وقف المنكر كلما دفعوا أثمان أعلى وكانت تكلفة أغلى بكثير هذا تاريخ الشعوب كله هكذا عندما فشل الشعب الجزائري في إخراج فرنسا وإيقاف الغزو في السنين الأولى خضع للغزو 124 سنة قبل أن يثور مرة أخرى ثورة اللي أدت إلى إيطاحها بالنظام الاستعماري وكانت الثورة الجزائرية ثورة عنيفة جدا من جانب المجاهدين والثوار ومن جانب الاستعمار ما كانش فيه لأنه ولات القضية الصفرية واحد منا يحناين توم ذاك الوقت يشعب الجزائرية لاستعمار فكانت دفع الشعب الجزائري أثمان غالية مش فقط مئات الألاف تعالى الشهداء اللي ماتوا ولكن أيضا الذين جرحوا وعطبوا والذين سجنوا والذين عذبوا والثلاث ملايين تقريبا تعالى الناس ليحطوهم في مراكز الاعتقال وأشياء رهيبة جدا رأي الأثمان تعالى الثور الجزائري كانت غالية جدا لكن جابت نتيجة في نهاية مطاف تحرير الأرض للأسف لم تحرر الإنسان الجزائري ولم تحرر لا الإنسان ولا الفكر ولا الإبداع تعالى الجزائرية فهنا نعاود نفعه في ثمان وحد آخر وما لم يحقه الشعب الجزائري في الحراك ونعرف الأسباب يعني كان أسباب ربانية دخلت فيها خاصة الكورونا هاو يدفع في ثمانو بنظام حكم أسوأ من اللي كان قبله جماعة هي نفس النظام حكم نفسه لكن جماعة حكم أسوأ من جماعة اللي كانت قبل جماعة التبون أسوأ بكثير صورة جماعة التبون شنغريحة ناصر الجن جبار مهنة هذا الوجوه البارزة تعالى العصابات أسوأ بكثير من جماعة قيد صالح بوتفليقة إلى آخره أسوأ بكثير والدليل هاكم تشوفوا الدليل في الحياة اليومية من احتجوش إلى مزيد من الأدلة الحقيقة أنه وهم يغيرون النتائج بهذه الطريقة ليس فقط كما قلنا يظهر النظام ضعيف جدا أمام القوى الخارجية اللي رح تبتز أكثر ورح تضغط عليه أكثر ورح تنهبنا أكثر كمصالح تجارية واقتصادية وسياسية واستراتيجية وغيرها ولكن أيضا سنشهد صراع أكبر داخل نظام الحكم سنشهد غضب متصاعد داخل الشعب الجزائري وفي البداية رح يكون من أجل لقمة العيش وقد يتوسع وسنشهد تغول أكبر للمفسدين في الأرض سواء على مستوى البلدي أو الولائي أو الوزاري أو الرئاسي أو الوطني أو المحلي سنشهد أي أننا في كافة الاتجاهات هذه الانتخابات عمقت الشرخ عمقت الخصومة عمقت الصراع عمقت الانقسام بدل من أن تفعل العكس